كل واحد فينا في حياته العادية بيتعامل مع ناس كويسين جدا وسهل التعاون معهم وموضوعه بسيط ولكن في شخصيات تانية صعب جدا التعاون معهم اذا حابب تعلم ازاي التعامل مع الاشخاص دي كمل معنا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده نتكلم عن ازاي نتعامل مع الاشخاص اللي هي صعب التعامل معها او اللي اسلوبها قوي وحاد اول حاجة لازم تعرفها هو كن امين وصادق مع نفسك ازاي يكون امين وصادق مع نفسي يعني اول حاجة لازم تعرف نفسك ركز وشوف نفسك انت هل انت بيكون تركيزك قليل وانت مش نايم او بيكون مسلا تسهل العصبية لو انت جعان شوية ازا في الاوقات دي اللي انت عرفها تجنب التعاون مع الناس وخصوصا للشخصيات دي تاني حاجة وهو السماع استمع جيدا ازا انت ما عندكش مهارات السماع الجيد او ازا ما استمعتش كويس للشخص قدامك فربما يحصل الصراع او الخلاف ده ليه لاني بعض الاشخاص او بعض الشخصيات دايما بيسمعوا عشان يردوا ولكن والمفروض انت تسمع عشان تفهم وبعدين بيجي يرد في الاخر واذا كان عندك الموضوع ده فيه مشكلة شوية او محتاج تطور مهارات السماع فانا هحطت لك الاي او اللينك هنا بتاع الفيديو ممكن ترجع الفيديو بتاع الاكتيف لسنين وتسمعه كويس وبعدين ترجع تكمل معنا الفيديو تالت حاجة معانا وهي تجنب لوم الاشخاص او تجنب لوم الاخرين وهي ان انت ما تيميش لوم على حد ودايما تبني تفكيرك او افعالك بناء على فكت او حقائق واقعية حاجة حصلت بالفعل قدامك او حاجة انت عرفها او سمعتها بنفسك دايما ما تبنيش الافعال بتاعتك على يعني تفكير انت ممكن تفكر فيه ربما ان هو عمل الفعل ده عشان كزا او عشان انا مثلا ما كلمتوش او عشان انا ما احتروش ابدأ ابني على اسمشن او افتراضيات انا ما عنديش منها واقع وما عنديش منها اي دلالات او اي حقائق دايما ابني على حقائق دايما انت بتكلم على الشخصيات دي دايما نركز على الموضوع نفسه انت بتتكلم فيه ما تحاولش يدخل الى تفارعات او مواضيع جانبية دايما نركز على موضوع اساسي حاجة او حاجة خاصة ما تتكلمش عن حاجات عامة او حاجة كبيرة واخر حاجة وهي الحاجة الخامسة وهي ان انت اتكلم قليل ما تتكلمش كتير حاول بعد ما انت خلصت او عرضت موضوعك ادي فرصة للشخص الاخر كمان ان هو يتكلم او يقول اللي عنده وتبدأ تعودوا الافقار قدام بعض وتبدأوا تشوف وتحلوا ازاي الموضوع مع بعض بكده اللي كنت انتهينا من الفيديو بتاعنا هاردة وهو ازاي التعامل مع الاشخاص اللي هي صعب التعامل معها او اللي هي شخصيتها حدا شوية في التفاعل والتعامل واذا عجبك الفيديو او استفدت منه ممكن تدوس تحت لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف الفيديو القادم وهو ازا بالفعل حدث صراع ما بينك ومن شخص ازاي تبدأ تحل الصراع ده تابعونا في الفيديوهات المنزلها وان شاء الله تستفيدوا معنا وحاول تشيري الفيديو كل الناس اللي يهتموا بصراعات او الكمفليكت وحاول تشيري الفيديو كل الناس اللي مهتموا بصراعات او اللي عندها صراعات في حياتها وما تنسوش خير الناس انفهم للناس واندالع على الخير كفاعله وكان معكم ابراهيم عبدالنبي